ولتعرفي عن قرب على جهود احتواء تداعيات الأمطار في المنطقة الشرقية وتحديداً مدينة كلباء تحدث إلى نشرة أخبار الدار سعادة الدكتور عبيد الزعابي رئيس المجرس البلدي لمدينة كلباء الحمد لله في جهود حتيثة لإحتواء فوائض المياه من الأمطار الغزيرة التي سقطت على مدينة كلباء متأثرة بحالة الهدير الحمد لله من واقع الجولة الميدانية كثير من المناطق الحمد لله ناشفت تقريباً وعادت إلى الحياة الطبيعية عندنا بعض المناطق التي موجودة تحت مستوى سطح البحر تأثرت بالكميات الكبيرة الفائضة من المياه يجري معالجتها الآن بحلول غير نبطية زيادة زخم المضخات والصهاريج وأيضاً نحاول تصريف المياه هذه بعمل طرق وأوعية لتصريفها وإبعادها عن منازل السكان طبعاً وفقاً لاجتماع لجنة الكوارث والأزمات في المدينة تم توزيع الأدوار يوم الأثنين قبل سقوط الأمطار تم تنفيذ الخطة طبعاً دور البلدية تمحور في موضوع شفط المياه وأيضاً إزالة أي عقبات في وجه الأودية مثل ما تعرف كلبات تتأثر بجريان الأودية مثل وادي الراس ووادي السور وأيضاً أودية أخرى متاخمة لمنطقة الغيل والتي يعني الكميات الكبيرة للأمطار أدى إلى جريانها وتأثر بعض المناطق السكنية الحمد لله لمسنا وعي كبير من أهالي المدينة في المساعدة في تقديم الدعم والعون للعائلات هذه بحيث أن تكاتف الجهود هذه أثمرت في إجلاء كل تقريباً العوائل التي تأثرت بيوتها بكميات الأمطار الزائدة